أرسم دائرة وعين نصف القطر القطر المركز والمحيط دعوني أرسم دائرة ولن يكون رسم الدائرة جيدا لكني أعتقد أنكم تدركون ما أعني هذه الدائرة سأعين المركز هنا وسأسميه C إذن هذا هو المركز وسأرسم سهم هنا هذا هو مركز الدائرة Center وفي الواقع فإن الدائرة نفسها هي عبارة عن جميع النقاط التي تشكل مسافة من المركز وهي تشكل المسافة التي تبعدها جميعا عن ذاك المركز هذا هو نصف القطر دعوني إذن أرسم نصف القطر إذن المسافة هذه هي نصف القطر هذا هو نصف القطر Radius وسيكون مساويا لهذه المسافة ونفس هذه المسافة أيضا يمكنني أن أرسم عدة أنصف أقطار جميع هذه أنصف أقطار المسافة بين المركز وأي نقطة تقع على الدائرة الآن القطر عبارة عن خط مستقيم في الدائرة يمر بالمركز من جانب واحد من الدائرة إلى الجانب الآخر إنه ينتقل عبر المركز وهو عبارة عن نصف قطر مجموعان مع بعضهما على سبيل المثال هذا قطر وذاك قطر يكون لدينا نصف قطر ثم نضيف إليه نصف قطر آخر يكون بنفس الاستقامة ينتقل من جانب من الدائرة إلى الجانب الآخر يمر من خلال المركز هذا هو القطر Diameter هذا هو القطر ويمكنني رسمه بطرق أخرى فيمكنني أن أرسمه هكذا وهذا يكون قطر آخر لكن يكون لكلمة طول نفسه وأخيرا علينا أن نفكر بمحيط الدائرة والمحيط يعبر إلى أي مدى عليك أن تسير حول الدائرة أو إذا وضعت خيطا فإلى أي مدى سيمتد هذا الخيط ما أقوم بتحديده باللون الأزرق الآن أو طول الذي أحدده هو محيط الدائرة إذن هنا هذا هو المحيط circumference وانتهينا